أنا سمعتها بودانيا وهي بتقوله ما تيجي تبات عندي عشان نعرف نتكلم وقال إيه غيرانا عليه مني وحش تانيو بحبك بس أنا اللي أستاهل أنا اللي أستاهل أنا زي ما أخدتش بالي كل ما كانت تيجي تشوفني تقعد لقاح كلام عليها ولا هي الزرعة تقيل كده بس بقول ما عليش يعني عشان تربية بره أمريكا بقى وكده وهو يعمل نفسه إنه هو متضايق واخد على خاطره كده أنا اللي حرقني عارف اللي حرقني بجد إنه أنا ملحقتش عروح أجيبهم من شعرهم وأمسح بيهم البراط اللي هو للراجل الزفت اللي عطرني ده كانت ماني قطعتهم بسنيني بصي أنا مش عارفة دافع عنه ولهنها ومقدارة اللي انت فيه بس أنا عايزك يتهدي عشان ناخد قراراته صح إياد مش لازم يعرف الموضوع يا سلم لأنه لو عارف هو كريم هيخسره بعض ما هيخسره بعض ولا إن شاء الله يولاعه بجاز واسخ كريم أساساً مستغفل إياد ومش بعيد يكون إياد عارف وإنتي كمان عارفة واخذ عليك يا سلم أنا عامل فيك كده ده أنت أكتر واحدة عارفة إنه ما بطيش ريحة ميا دي أصلاً أسمع ليش أنا هعديها عشان عارفة إن أنت متضيعة لو سمحت إيه دي عشان نعرف نفكر إيه دي والله أنا عارفة إن الموضوع صعب بس أحلفلك بإيه إن إياد ما يعرفش حاجة ومش المفوض يعرف أصلاً مش المفروض يعرف ده أنا مش هقول إياد بس أنا هقول للدنيا كلها هفضحهم في كل حدة غلط اللي أنت بتقولي ده غلط لو حاسوا إن أنت عارفة هيعرفوا داره على الموضوع ومش هتعرفي تثبيتي حال عايزاني عامل إيه؟ عايزاني عامل إيه؟ أقول لها هتفضع ليه؟ خديم عايزاني عامل كده؟ أنا ما قلتش كده أنا بقول نهدى عشان نعرف نفكر ماها دي راحت أو جات نزوة زيها زي أي واحدة قبلها مش معقولة يا سلمة هنخسر بعض عشان نزوة دي مش نزوة دي مش نزوة سيبت متكلامة تفعل اللي أنا بتحك بيه على الفولورس هو لها رجع الجوزك وبيتك وعيالك الكريم بيحبها أو هي بتحبه بقى أنا معرفش بس شوف الجاحد سيبلي البيت بقيله أسبوع بيتهمني من أنا اللي خاينا ها تي عارفة بقى؟ أنا عرفت مين اللي بيبعد الرسيل هين اللي بتبعد الرسيل أنا زي كنت عامل كده أنا زي كنت عامل كده طيب هتعملي إيه؟ هتواجيهم؟ مش قبل ما ثبتت أن أنا مش خاينة بس هتاعة تشوفي هعمل إيه؟ بس لل الراجل اللي بيبقى عامل زي العيل الصغير كده لما بيعرف إن مراته عارف إنه ما خاين يعتذر ويعيط وبس الأيها دي عشان تعدي هله وبعد كده بيرجع أوسخ من الأول وأنا مش هعديها مش هعديها هندين واتشت ما تخليش حاجة تفوتك